كما صلت وزير الخارجية الضوء على دعوة الجادة التي أطلقها مؤتمر شرم الشيخ إلى بنوك تنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية وذلك من أجل إعادة النظر في سياستهم على نحو يضمن إعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز جهود حج تمويل المناخ اللازم تمويل تغير المناخ الزال هو المجال الذي في حاجة إلى الكثير من العمل 100 مليار دولار أمريكي إتزامي تم تقديمه مقبل الدول ولم يلبى حتى الآن وعدت أدول متقدمة بأن تفي بهذا الوعد هذا العام بعد ثلاث سنوات من التأخير ولكن دعوني أكون واضحا هنا عدم تقديم هذا الإتزام الهام له أثر مباشر ليس فقط على حجم الإجراءات التي نتخذه على أرض الواقع ولكن كذلك يؤثر على ثقة بين الشركاء في هذه العملية وكذلك على مستوى التحول المتوقع من الدول والأطراف بأهمية الأطراف المختلفة والحديات التي تواجه الدول النامية بشأن عبء الزيون وكذلك زيادة تكلفة التمويل ومحدودية النفاذ إلى هذا التمويل نعم 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 شكرا